يعني خلينا نروح للدكتور محمد عشان ما تأخرش عليه واسألك سؤال قريب من نفس اللي سألته الأستاذ حسن كده وأقولك نادي الأهلي طبعا أنت أهلاوي يعني أهلاوي كبير وعندك معلوماتك الكتير عن نادي الأهلي ومتابع كويس جدا وأنا متابعك نادي الأهلي مش في أحسن حالاته ومع ذلك في برات الزمالك قدر يكسب ده شايفه برضو هيتكرر في اللقاء القادم ولا الغيابات المؤسرة جدا وأخيرها النهاردة بيقوله سعد سمير كمان هتأثر عدد الأهلي طبعا في البداية النادي الأهلي في الفترة الحالية الأداء مش مظبوط أو مش زي ما حضرك قلت في بداية الحلقة مش ده الأهلي اللي احنا متعودين عليه نتيجة أن حضرك عارف طبعا أن الهدف بتاع أي فريق سواء في الأهلي أو في الزمالك في بداية أي موسم التعاقد مع لعبين أو التعاقد مع مدير فني هو الوصول للهدف الفوز ببطولة أفريقيا والتتويت ببطولة الدوري النادي الأهلي حقق كل البطولات تقريبا الموسم الماضي الدوري والكاس والدوري أبطال أفريقيا وحقق كمان المديلة البرونزية في كأس العالم فأكيد الكيرف طبيعي بينزل نتيجة التشبع بجانب ده كان فيه إرهاب غير طبيعي بدني وعضل على اللعيبة عملت غيابات كتير عند النادي الأهلي أثرت بشكل كبير على الأداء سواء حتى في مباراة الزمالك الشروط الأول للأهلي عمل مباراة كبيرة الشروط الثاني اللي يقل بدنيا عند النادي الأهلي قلت شوية بقيت المباراة بعد مباراة نادي الزمالك لغاية مباراة الاتحاد السكندري بالأمس الأهلي لأ عنده مشكلة المشكلة طبعا بدنية بشكل غير طبيعي نتيجة الإرهاب لا إرهاب يعني أنا عندي وجهة نظر أن العناصر اللي موجودة في النادي الأهلي ليست الأفضل يعني الأهلي العناصر الموجودة فيه مش عايزة أقول وحشة لكن مش هم العناصر الأفضل في كل مدينة أساسيين أو البودلاء؟ البودلاء طبعا الأساسيين إلى حد كبير يعني موجودين لكن البودلاء مش بقيمة النادي الأهلي أنا متفق مع حضرتك ولكن برضو أنا مصمم ولما الأساس بيصاب بقيت مشكلة بقيت مشكلة بس المباراة الزمالك اللي هي تقريبا من 20 يوم الأهلي كان عنده غيابات أكتر من اللي ممكن تكون موجودة في المباراة القادمة يعني الأهلي كان عنده محمد الشناوي كان غايب غايب مؤثر غايب مؤثر جدا ولكن طبعا علي اللوت في عمل مباراة كبيرة ناحية اليمين كان محمد هاني ما كانش موجود برضو كان مصاب الدفاع كان عندنا فيه مشكلة كبيرة وما زالت المشكلة طبعا بس أعتقد مع عودة بدر بنون سواء كان بجوار رامي أو ياسر إبراهيم أو لو هو بدأ بمحمود وحيد في الناحية الشمال وأيمن أشرف مساج جنب بدر بنون أعتقد ومحمد هاني في اليمين الدفاع هيكون أفضل بكتير الضلط الدولي الأهلي كان عنده غايبات كبيرة جدا في مباراة الزمالك ولكن أدى مباراة كبيرة وتحديدا في الشوت الأول هاخد توقعك للقاء ده أنا دائما وأبدا مباراة النادي الأهلي أمام الزمالك أنا من وجهة نظري أنا بيتميل للنادي الزمالك ودايما توقعي مع احترامي طبعا للنادي الزمالك ولكن دائما بيكون توقعي تعملت استمزي بقى لا لا والله لا والله بكلمك بمنتهى الأمان أنا نادي الزمالك نادي كبير طبعا والأهلي دائما بيحترم كل الخصوم ولكن أنا توقعي أنت من الجمهور الأهلي اللي بيحس أن المنافسة أمام نادي الزمالك دائما بيبقى كرف الأهلي أعلى في الفترة الأخيرة آخر عشر سنين كده أو أكثر كمينة سوزان لا يعني آخر عشر سنين أنا والله مش باستفزك ولا حاجة بس أنا بكلمك بالتواريخ وبالنتائج النادي الأهلي دائما الكرف بتاعه ونفسيا كمان يعني فيه مبارك كتيرة جدا نادي الأهلي بيدخلها آخرها المباراة الأخيرة وممكن أن يكون يعني الأهلي مش في جهزية الزمالك طبعا ولكن الكرف بتاع الأهلي نفسيا السنادي عناصر الزمالك أعلى بكتير جدا من عناصر الأهلي ومع ذلك الأهلي كسب ده اللي أنا عايز أقول لحضرتك نفسيا الأهلي دائما بيكون أعلى يعني أنت بتتوقع فوزي الله بإذن الله